وبقوة وبطولة زايد 2014 واللي الاهلي كان بيشارك فيها وانطلاقة حقيقية لمهيبة رمضان صبحي بعد ما تميز في المستوى بعد ما قدم بطولة أكثر من رائعة كانت الفرق اللي مشاركة فيها الاهلي والزمالك أتلاتكم مدريد وفوتافوجو البرازيلي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي وخلال هذه بطولة رمضان انتزع أهاته هاتفات الجماهير طبعاً زي ما احنا متعاودين حتى دلوقتي وحصل على إشارة كبيرة جداً من كل الموجودين سواء في الفرق المنافسة أو حتى في جهازه الفني والمسؤولين من قبل النادي الأهلي وطبعاً زي ما حضركم عارفين أن رمضان واحد من أبناء النادي وهو واحد من اللعيبة اللي دايماً الأهلي بيعتمد عليهم علشان كده أولاد النادي الأهلي بيكونوا غير أي حد دايماً لما الأهلي بيحتاجهم حتى الانتماء حتى طريقة الكلام حتى التفكير دايماً بيكون مختلف بعدها الأهلي قرر أنه هو طبعاً يساعد رمضان صبحي إلى الفريق الأول في موسم 2013-2014 قبل ما يكمل عامه السبعتاشر مع طبعاً قبل ما يتم عامه السبعتاشر وقبل ما يتم تصعيده إلى الفريق الأول تحت قيادة كابتن محمد يوسف المدير الفني وده في خلال فترة زمنية صعبة جداً كان اعتزل في الوقت ده معظم نجوم الفريق زي أبو تريكا وبركات وهاء الجمعة علشان يكون رمضان سبعتاشر سنة أو لسه ما تم السبعتاشر سنة وفي نفس الوقت المسئولية كانت كبيرة جداً لكن زي ما قلت الحضاراتكم أولاد الأهلي بيكونوا مختلفين جداً في التعامل مع المواقف بيكونوا مختلفين جداً طبعاً مع كل شيء لكن بيكونوا على قدر المسئولية وعلى قدر طموحات وأحلام الإدارة والجهاز الفني والجماهير نجح رمضان أنه هو يكون موجود علشان يكون خير خلف لخير سلف وقدم أولاء اعتماده الجمهوري النادي الأهلي بعد ما نجح في قيادته للفريق للحفاظ على درع الدوري في هذا الموسم للمرة التمنع على التوالي وكانت قمة التقلق اللافت فيه دوره تحديد بطل الدوري اللي أقيم وقتها على نظام المجموعتين بصمة رمضان صبحي مع المنتخب وده اللي اتكلمنا عليه وقلنا أن رمضان عنده باع طويل جداً مع المنتخب الوطني الأول أو حتى مع منتخبات الناشئين لكن رمضان صبحي ما اقتصرش وتقلقه فقط على النادي الأهلي لكن طبعاً تقلق مع منتخب مصر الأول واللي وقتها نال ثقة الجهاز الفني للفرعنة بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر واللي كان ليه دور كبير جداً في وصول منتخب مصر إلى بطولة الأمم الأفريقية بعد غياب طويل وزي ما قلت لحضراتكم كمان كان ليه دور في نفس البطولة واللي أقيمت في الجابون في عام 2017 رمضان صبحي شارك في الإنجاز الأكبر للمنتخب المصري الوطني في وصول مصر إلى بطولة كأس العالم 2018 بعد ما المنتخب المصري اتحرم بشكل جميل جداً من وصوله إلى بطولة كأس العالم من سنة 1990 من نتكلم في 28 سنة لكن رمضان صبحي نجح أن مع زميله يصعب بالمنتخب الأول تحت قيادة ميستر هكتور كوبر إلى بطولة كأس العالم اللي كانت موجودة في روسيا طبعاً ما فيش شك أن مجالة فرانس فوتبول اتكلمت وأشهدت بمستوى رمضان صبحي اللافت جداً للأنظار مع المنتخب وتأهل منتخب مصر وسبب في وصول منتخب مصر رمضان صبحي أمام نيجيريا المباراة الأبرز والمباراة الأقعى وأيضاً بنتكلم عن بطولة كأس العالم وأيضاً مساهمة رمضان في وصول منتخب مصر إلى كأس العالم والعروض اللي انهالت على اللاعب من كل مكان لكن رمضان زي ما حضراتكم عارفين احترف للدورية الإنجليزية وكانت محطة مهمة جداً في حياته ممكن يكون البعض شايف أنه استعجل ممكن يكون البعض شايف أنه كان لازم ياخد خطوة لكن رمضان تقلق مع ستوك سيتي في الوقت اللي احترف فيه وأنه كل اجتمع أو أجمع في الرأي أن رمضان ده الوقت المناسب اللي لازم يحترف فيه علشان يكون موجود مع أكبر نجوم موجودة في العالم ويتأسس بشكل احترافي أكبر على أساس أنه هو خارج من النادي الأهلي أكبر نادي في النصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي رمضان انتقل لستوك سيتي بعدها انتقل لصفوف هادرس فيل لكن لما الأهلي طلبوا أبداً رمضان ما تأخرش عليه وحرس أنه يكون موجود علشان يتألق من فترة الانتقالات الشتوية يناير 2019 واللي كانت خطة تدعيم النادي الأهلي وصفوفه بناء على رؤية الكابتن محمود الخطيب والمكلف بقرار من مجلس الإدارة بإشراف على قطاع القرى رمضان طبعاً عاد إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة وزي ما قلت لحضراتكم ساهم في تتويج وفوز النادي الأهلي بالدوري رقم 41 في تاريخه وبطول الكأس السوبر للمرة 11 في تاريخ النادي نطلع الموسم الجاري ونتمنى طبعاً أن إبراهيم أن نعفواً أن رمضان يشارك إن شاء الله مع النادي الأهلي في مباراة السوبر القادمة اللي إن شاء الله يكون يوم 20 فبراير 2020 في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية الشقيقة علشان يتألق مع النادي الأهلي ويكون سبب فيه